اشتركوا في القناة المصالح المشتركة للبلدين وشعبين الشقيقين جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر السفرية هذا اليوم عطوفت الفريق أول الركن مشعل بن محمد الزبن مستشار جلالة العاهل الأردني لشؤون العسكرية رئيس هيئة الأركان المشتركة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيق الذي يزور المملكة حاليا حيث نقل إلى جلالة الملك المفدى تحياتي وتقدير أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية وتمنياته الطيبة لمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والازدهار فيما كلفه جلالته بنقل تحياته لجلالة العاهل الأردني وأصدق تمنياته للشعب الأردني الشقيق بالمزيد من التطور والرخاء كما أشهد العاهل المفدى بالدور الذي تطلع به المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وإسهماتها في دعم ركائز الأمن والاستقرار وتعزيز السلام في المنطقة وقد رحب صاحب الجلالة حفظه الله بالفريق أول الركن مش على الزبن منوها بمثل هذه الزيارات الأخوية والتي تشكل دعما لمسيرة التعاون والتنسيق الأخوي بين المملكتين خاصة في المجالات العسكرية بما يعزز من علاقتهما الراسخة والقوية وقد أعرب رئيس هيئة الأركان بالمملكة الأردنية الهاشمية عن سعادته بلقاء صاحب الجلالة الملك المفدى مشيدا بقيادة جلالته الحكيمة وحرصه المستمر على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين في المجالات كفا وقد بحث جلالة الملك المفدى مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني الأوضاع المستجدة في المنطقة والأحداث والتطورات الأقليمية والدولية متمنيا جلالته له التوفيق في زيارته للمملكة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر